السلام عليكم لبنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد ان شاء الله لبنات كامل تكونوا بخير ازول في اللونة اس تمام ان شاء الله فيديو تاعي تاعي اليوم يلقيكم بخير وعلى خير حبيباتي اللي ادخلت معنا جديدا نقول لكم مرحبا بك حبيبتي في القناة واللي ما زال ما اشتركتش في القناة تضغط على زل اشتراك هكذا باش يوصلك جديدي ان شاء الله اليوم لبنات راحة نشارك معاكم روتيني مسائي يعني روتين تحفيزي نحاول لكم شوية هكذا ويعطي لكم طاقة ايجابية بزاف يعني مشتركة اللي يحبوا نوع من هذو الروتينات كما راكم تشوفوا هنا راني نعمر في المخيد ديولي الصوف اللي غسلتها معاكم وشاركت معاكم كيفاش غسلت الصوف كيفاش طهلت فيها هنا راهي نشفت تماما لازم الصوف لبنات تنشف مليح باش هكذا نعمروها في المخيد ولا المطارح انا الصوف ديالي عندي شحال كي غسلتها نحيها منا ونردها لهنا قلت الله غير ندير لها تاويل ونعمر المخيد ديالي كما راكم تشوفوا يعني قبل ما نعمروها لبنات راحة نضربوها هكذا شوية بلعصة باش الحاجة اللي تكون زيدة فيها يتيح يعني الصوف كل ما تنفذوها راحة يطيح عجب فيها المهم انا نحيت الحاجة اللي قدرت عليه راني نضربها هكذا شوية بالعصاب باش نعمر المخيد ديالي يعني خرجوا لي لا يبارك زوج مخيد كبار ووحدة صغيرة يعني مخيد كبار عمرتها مليح ووحدة صغيرة ثانية عمرتها هكذا نحيتها على طريقي يعني نحيت الغبرات ضربة وحدة هاد الصوف خليته فالاخر لبنات يعني في الفترة الصباحية كان عندي فطور على هادي استغليت الوقت وسيقت كامل البيت في الفترة الصباحية من بعد خرج تلاتي غاس يعني من بعد الفطور كيف طرنا وكامل خرج تلاتي غاس هكذا باش نكمل الصوف ديالي عمرته ونحي الغبرات ضربة وحدة كما قلت لكم وكما قلت لمن صوف لأنها اوه هدو هما المخيد من بعد ما عمرتهم لبنات عمرتهم مليح كما لكم تشوفوا خيطهم هاد صغيرة راني غلفتها بالغلف تاعم المخيد وهادو كوزوج الكبار ما عنديش الغلافات رايح من بعد نخرج ونشرية الغلافات إنشاء الله وعني صبتهم يعني في واحدة الحانوت كي نخرج إنشاء الله راح نشارك معاكم صوتوا ليحبوا ولمشتريات نوريلكم الأغلافات اللي شريتهم إنشاء الله هذو رايح نخليهم كي مراهم من بعد كي نخرج رايح نغلفهم إن شاء الله يعني مليح الصوف في البيت لبنات صدقوني يعني كين بزاف يقالوا لي احنا عندنا لدي غجي ما نقدروش نديروا الصوف في البيت بس صح هذو أنا منستعملهمش أنا دايما نخبيهم زيادة كي يكون عندي ضياف كي يكون عندي مناسبة غاشي في البيت يعني نسحقهم للضيوف ماشي ليا أنا منستعملهمش هذي هي المهم مليحة الصوف في البيت كي ما يقولون الناس زمان ولا نستعبك لي يقولوا الصوف هو السر في البيت يعني طضو تذسر قخام المهم أنا فريتها مع الصوف ديالي وليت الميناج لازم نكمل هادة لتراس هذي هي الأخرى كي ما قدركم صبح سيقة كامل سيقة كامل البيت بقتلي هادة لتراس قبل ما سيقت لتراس ديالي سقيت النباتات التوعي كي ما راكم تشوفوا دايما نسقيهم يعني الفترة المسائية أنا نحب كي يروح كامل الشميسة يعني هاد اليوم ما كانش شميسة كان شوية مغيم شوية الحل المهم أنا سقيتهم بطبع كي ما راكم تشوفوا هكذا باش نولي لتراس ديالي نسيقها هكذا باش نكمل شغلي دربة وحدة وخلصت علي بكريه هكذا بقى لغير لعشا نديرو نوجدو ونترقون ريح هذي هي أنورة الجزائية لبنات دايما مع شغل يعني شغل ما يخلاش هذي هي المهم أنا كملت كي ما راكم تشوفوا سيقتك من لتراس ديالي باش ندخل ندير لعشا لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما ينقر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يدفع قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر هذه هي البنات بعدما كملت التخمال والتسياق ويعني كانت واحدة راحة نفسية بزاف بزاف هاي لا دايما انا نحب ندير لكم هادو الروتينات باش تشجعوا وتحفزوا كاين بزاف البنات لي حبوا الروتينات كيما هادو كاين واحدة قلت لي في التعليق والله العظيم البنات قلت لي كي نشوفك يعني كي درت هادوك الروتينات قبل رمضان كي نقيت كامل الدار قلت لي كل ما نشوف فيديوهاتك تسيقي نروح نسيق قلت لي حتى قلت لي يما وش بيك وش بيك قلت لي بالقبيلية يعني كتبتها لي بالقبيلية والله العظيم البنات قلت لي قلت لي مني بموتنا كي نذكر تسخدمت شغل قلت لها شفت نونو تسيق رحت تسيقت ولا درت لي قلب المهم هاد هاد الطفلة قالت لي والله العظيم كل ما نشوف فيديوهاتك مع التسياق وكامل نحب ندير الميناج المهم انا دايما نحفزكم ودايما نعطي لكم الطاقة الايجابية ان شاء الله ها ريحت تستفادوا من هاد الفيديو ان شاء الله حبيباتي وتنحب شوية كاسل وتنوضوا تسيقوا وتنوضوا تديروا كامل جزائرية نعرفكم فحلات وتحبوا تسيقوا ماشي حتى نجيانا ونوري لكم تسياق ماشي غراضي نوري لكم تسياق غراضي راني نحفزكم باش تنوضوا كامل تسيقوا يهك البنات هنا قبل ما البنات تنروحوا العشاء قبل ما نوجدوا العشاء مع بعض راح بيت برك كين بزاف متتابعات اللي شرووا لقارورة كمتاعي بالصحة نصرت لي كارثة في المطبخ يعني كان يقطر هاد العين مبعد كينو تصبح صبت كامل البوتاجي ديالي معمر بالزيت الزيتون يعني حوالي كاس اللي راح لي من زيت الزيتون خسارة يعني غضني والله العادم غضني المهم درنا واحد الحيلة انا وزوجي يجب هاد هاد الخيط المطاطي والله اسمه كيلي شغل هكذا لاكل كيلي شغل لاكل هو خيط يديروه اللي بلومبيه يعني يجيبوه اللي بلومبيه هو دارو لهاد العين هنا في البلاستيك هادك البيض لفو كامل بهادك الخيط المطاطي كي مراكم تشوفوه هدا يتباع وين يبيعو الحواج هادوك تعليم لبلومبيه القاوه يعني كي تديرو هاد الخيط لهدك العين تاع القرورة مراحاش تقطر يعني تجيكم مزيرة من مليح ومراحاش تقطر معاكم احنا قدرنا هنا في البلاستيك لفو لفو مليح كي مراكم شم يعني من بره ومن داخل لفو مليح وعاود زيار هادك العين جامي رايحا يقطر معاكم سوقتو اللي شراءوا هاد القرورة حبيت برك لي عندها مشكل كي متاعي رايحا تحل المشكل ديالها بهاد الطريقة بهاد الخيط اللي عندها سينو تروح تشري انا زيت ديالي نحيتو هنا في القدرة من بعد رايحا نردو وغسلت هاد القرورة تاعي مليح بطبع كي مراكم تشوفو ودرت لها يعني الماء وخليتها نشوفو لا تقطروا لا 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 من بعد كي سبتها ما اقتردش خليتها نشفت مليح وعاودت رديت هادك زيت الزيتون الداخل ونردها الحامل ديالها كي مراكم بتشوفو يعني حبيت برك صورت لكم هاد المقطع باش هكذا اللي عندها القرورة كي ما هدي تدير لها الحل هادا يعني ممتاز بزاف هايل رايحا تنحلكم لمشكل هادوك لقطرة تاعزيت ولا تعال عاصير ولا كل واحدا واش دارت في هاد القرورة شوفو البنات يعني ما رايحاش تقطر خلاص هذه هي بالنسبة يعني العشاه ديالنا البنات رايح نديرو مع بعض قلي ورمي قلي ورمي حنا نعيتو القلي ورمي يعني البطاطا مقلية نديروها فلا السوس هنا عندي طرف تاع الجاج انا الجاج ديالي نحيتو من الكونجيلاتور يعني تعمد تنخد هاد شكل يعني كي تشوفوه تقولو حوت بالصح ليلة البنات هذا صدر دجاج حتيتو في القدراق بتاعتو كي ما راكم تشوفو حتيتو في الطاجين عفوا وزيت معها مغرفة تاع الزبدة وزوج مغرفة تاع الزيت ففلك حال شوية قرفة والملح رايحا نقلي هاد الجاج كي ما راكم تشوفوه نقليه شوية مع الزبدة والزيت والتوابل وانتوما التوابل اللي تحبو تزيدو تقدروا تزيدو هنا درت شوية تاع زعفران شعراء الولعن اللي ما عندهاش تقدر دير لكركم نغمال ما رايحا نزيد توابل تاع الشوارمة انا دايما كي يكون عندي الجاج نديرو توابل تاع الشوارمة بصح ما عنديش في هاد اليوم من بعد رايحا نشري بالنسبة للتوابل واحد اخرين راس الحانوت ولا اللي عندكم تقدروا تديرو يعني كل واحد وذوقو انا يكفيني هادو التوابل وانتوما حرين يعني ماشي شرط تديرو كي ما درتانا المهمنا نوري لكم طريقتي في الطبخ هذا ما كان هنا كي ما قلت لكم مراني نقلي هنا الزبدة هاكذا بشوية زيت وتوابل نقلي الجاج ديالي من بعد رايحا نضيف له بصلاة كبيرة مرحية ولا مسكرفجة نزيدو في الصوص تاعتو هادي هي ونزيدو كمياتا على الحمص لان الحمص للي البنات راح طايب طبق يعني ساهل وماهل صغطو كي تكونوا عندكم شغل هاكذا الميناج في البيت وكامل هادو الطبق يسلككم صغطو كي تديرو هاكذا بالجاج انا درتو بالجاج بالعاني لانو اه ما حبيتوش ياخد لي وقت كبير في الطياب كي ما الحم تقدروا تعاوضوا الجاج البنات بالحم لاتحب الحم انا ساعات نديرو بالحم عادي القلي ورمي وساعات نديرو بالجاج ولا بالكويس ولا يعني انا شخصيا في بيتي واولادي وزوجي ما يحبوش الكويس يحبو الصدور تاعة الدجاج على هالي ما رايحاش نشري الكويس انتو ما تديرو واش حبيتو الداخل تقدروا تديرو الحم كي ما قلتلكم يجيكم بنا هايلة ولا بلي بولات ثاني بتاع الحم المرحي يجيكم ولا اروح يعني يجيكم هايل هنا ضفت البنات البصل والتوم والمعدنوس والحمص رايحا نقليهم حاكتا شوية كي ما راكم تشوفوا ومن بعد رايحا نمرق لصوص ديالي ونغطيها ونخلي الجاج تاعي يطيب يعني حاجة سهلة ومهلة ما تخلط لكمش كي ما خلط لكم الوقت وطبق بزاف بزاف بنين انا احنا في بجايا نعيتولو قلي ورمي انتو ما مالباليش كيفاش تعيتولو البنات لي اه تعرف كيفاش تسميوه لهذا الطبق تكتبلي اه في التعليقات يعني كل واحد اه كيفاش يسميه كيفاش يسميوه المدربل بالصح اه احنا في بجايا نعيتولو قلي ورمي هنا زدتلو زوج ورقة التعرض ونغطي عليه ونخلي لصوص ديالي طيب حتي يطيب هاداك الجاج شوية بالنسبة البطاطة البنات انا البطاطة البنات تعقلي ورمي اه نقطعها اه يعني قطع صغيرة يكونوا قصار وخشان ما رايحاش نقطعها طويلة انا ما نحبهم شدوان وانتو ما لكم الاختيار قطعو كي ما حبيتو انا هالي هي طريقتي نقطعهم خشان وقصار كي ما راكم تشوفو نقليهم من بعد رايح نرميهم لصوص ديالهم بالنسبة لهذا الطاجين احنا نحبوه بالكسرة البنات دايما اه الكسرة تكون دايما تكون في البيت يعني يعني الخبز دايما ندير الكسرة اه هنا درت جوج خبزات تاع الكسرة كي ما راكم تشوفو بزاف اللي طلبوا مني الوصفة تاع الكسرة يعني سبقوا درتها معكم في القناة اه لا راح نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو لتحب اه الوصفة يعني التفاصيل تاع الكسرة اه تاع القبايل اغلو مقورا ولا اغلو مطاجين احنا في بجاي نعيتولها اغلو مطاجين وكاي نعيتولها اغلو مقورا اهنا راني تيب في القسرة ولا صوص ديالي راه يتيب على نار قليلة هكذا باش لجاجت عنا يتيب على مهلو يعني مازل حل العشاء على يعني تيب تاع البكرية هكذا باش نريح شوية ونستعفا هنا بعد ما قليت بطاطا ديالي احتيتها واحد تحميرة بزاف شابة يعني هاد الطاجين قلي ورمي لازم نحمرو شوية البطاطا بزيادة لازم يجينا بذوق خاص اهنا حمرتو اه حمرت البطاطا ديالي بهذه الطريقة وضفتها اللاصوس ديالي كي ما راكم تشوفو ونخليها واحد خمسة حت سبع دقايق هذا مكان خمسة دقايق يكفي ونطفي الطاجين ديالي وندلو شوية معدنوس من الفوق والطاجين تعنا راح وجد والكسر راني نطيب فيها هكذا باش نخلصهم في زوج هذي هو العشاء تاع اليوم لبنت راح نقدم لكم الطبق التاعي في طبق التقديم يعني كي ما قلت لكم العشاء هنا مازل حل العشاء بالصح راح ندلكم الطبق التقديم تشوفو النتيجة يعني اه كل واحد وطيبو حبيبتي ان شاء الله اه تعجبكم طريقتي وحاجة يعني سامبل وحاجة سهلة مهلة تديروها في اي وقت اه هذا هو الطاجين تعنا قلي ورمي يجيكم بزاف بزاف بلين البنات يعني قدمت شوية حموص شوية بطاطا ومقصوط على الجاج انتم ما تقدروا كي ما قتلكم تعوضوا الجاج باللح يعني كل وحدة والذوق ديالها وشوية السوس من الفوق ونزينو بشوية معدنوس هذا هو طبقنا لنهار اليوم حبيبتي رايح نزينو بوريقات تاع المعدنوس يعني يجيكم خفيف ضريف مع العشاء ما رايحاش نتقلو في المكلة مع العشاء البنات اه قدمتو مع الكسراء ديالي وقدمتو تاني مع الفلفل المشوي بالطماطيش والتوم المهم هذا هو عشاءنا لنهار اليوم وهذا هو الروتين تاع اليوم البنات ان شاء الله هنا لريضاكم ولعجبكم الفيديو بارتاجيوها مع حبابكم وصحابكم وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله سلام